ترجمة نانسي قنقر وعلاقات بين البلدين بسم الله الرحمن الرحيم أمسي عليكم والمشاهدين بكل خير شاكر لإتاحتكم هذه الفرصة أن زيارة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى الولايات المتحدة الأمريكية تأتي في إطار العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط الشعبين والبلدين الصديقين والتي شهدت في العقدين الأخيرين ازدهار منقطع النظير تمثل في تصنيف مملكة البحرين كحليف رئيسي من غير الناتو وتوقيعها على اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية وذلك للمرة الأولى في منطقة الخليج العربي وما هي إلا ثمار الرؤية الحكيمة والسياسة الخارجية المتوازنة التي وضعها سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة آهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ومما لا شك فيه بأن زيارة سيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تأتي في منعطف تاريخي بالغ لهمية تعكس الثقل السياسي الذي اتمتع بمملكة البحرين كحليف استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية من جهة والتزام الولايات المتحدة بأمن واستقرار المملكة من جهة أخرى وستتناول هذه الزيارة المباركة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والمطروحة على أجندة العمل منها ضرورة مواصلة العمل المشترك على صون الأمن القليمي والدولي وهمية تعزيز التعاون في المجالات الدفاعية والأمنية والسياسية والاقتصادية والتعليمية وفي هذا الصدد تسرني الإشادة باختتام أعمال الحوار الاستراتيجي الثاني بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الذي عقد على هامش زيارة سيدي سمو ولي العهد الرئيس الوزراء والذي تمخض عنه العديد من المخرجات التي ستعود بالنفع على شعبين البلدين الصديقين سعدت شيخ عبد الله بن راشد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر